لكن طريقة الله هو أن يأتي المسيح يتخذ جسدا في ملء الزمان حتى يكون له مواصفات الفادي لأن المسيح متميز ولد من مريم العذراء حبل به من الروح القدس لم يتورث الطبيعة الخطاءة فهو بلا خطية ولم يفعل خطية وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذا المسيح لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لا يقدر أن يفعل خطية بل قال من منكم يبكتني على خطية من أجل هذا أحبائي أجرة الخطية هي موت لكن العلاج هو في شخص يسوع المسيح من خلال محبته من خلال زيارته لنا من خلال افتقاده من خلال موته على الصليب من خلال قيامته من بين الأموات وعلى فكرة عند الله طريق واحد ما عنده طرق الله عنده دين واحد ما عنده أديان إما أنت في المسيح أو خارج عن دائرة المسيح فالله لا يناقد نفسه والكتاب المقدس لا ينقد نفسه ولا يناقد فكلمة الله واضحة من سفر التكوين حتى سفر الرؤية تتكلم عن حمل الله الذي يرفع خطية العالم فهذا الحقيقة مهم جدا ندركها اليوم في حياتنا الله مش ممكن يتغير الله ما بيتغير الله لا ينسخ المكتوب معناش إش اسمه النسخ والناسخ أو المنسوغ طريق الله واحد مخطط الله واضح كلمة الله واضحة نبوات العهد القديم عن شخص المسيح واضحة فمن الجهالة أن نحاول أن ترجم أمور لغير شخص أو شخصية يسوع المسيح الوحيد الذي استطاع أن يكون فيه هذه المواصفات لكي يكون الفادي والمخلص أيضا